تعودنا ضمن صباحنا غير نضوي على مشاريع لسيدات قدروا ينجحوا ويعملوا بصمة بسوء العمل وقدروا أنهم أيضا يدربوا أشخاص ويكون هذا المشروع هو خير لإلون ولكل الأشخاص اللي حواليهم فكيف اليوم إذا عم نحكي عن مشروع طبي تجميلي بأيادي جدا خبيرة ياهدي نحن تعرف على مشروع كثير مميز لصيدلانية حبت من خلال خبرتها ودراسة توظيف مواد من الطبيعة لتصنع مستحضرات تجميلية للبشرة خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا عن الموضوع مع الصيدلانية الدكتورة مريم دركزنلي أهلا وسهلا فيكي دكتورة دكتورة صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك قبل أن نذهب معك لهذا المشروع الجميل لكل الصباح اليوم بتحبه يعني وصدخا نصرنا نرجع للشيء الطبيعي لأنه اليوم المستحضرات صارت المواد الكيموية كتير دخلت بتصنيعه فهذا الشيء أكيد له أضرار كتير سلبية على البشرة بداية من خلال مجالك وعمالك أدي اليوم مهم الصبية تهتم بالبشرة وتعتني فيها قبل ما نروح لموضوع المستحضرات هلا هو كتير مهم أن تعتني في البشرة حتى من سنة صغيرة يعني من على 18 سنة تبلشت حتى الواقيات الشمسية المرتبات هذا إن كان صبية حتى والشباب يعني المفروض نحن نعتني بهالقصة لأن الجلد يعني يعتبر هو حاجز الدفاع الأول فنحن لازم نقدم عليه مستحضرات بسيطة مرتبات واقيات شمسية كونه هو عم يحمي الأعضاء الداخلية من الميكروبات عم يحمي الأعضاء الداخلية كمان من المواد الخارجية اللي نحن عم نتعرض له كمان هو يعتبر حاجز ميكانيكي فهو بيحمي البشرة من الصدمات العنيفة فبيحمي كمان الأعضاء الداخلية من الصدمات كمان ممكن هو يكون عندك الجلد كمؤشر لأنه يقول لك إنه في عندك كدمات في معناتها في مشاكل داخلية كمان فينا كمان نستفيد منا فبعض هذول يعني الأهمية للجلد مفروض نحن نعتني فيه أصلا من نحن وصغار يعني من 18 سنة يفضل يعني هل بقيت مع مشروعك اللي عم تشتغلي عليه من أم تبلشتي؟ هلأ أنا بلشت فيه تقريبا يعني من أربع سنين على الزبط هون كان أول مستحضر اللي أنا صنعته كان عبارة عن كريم ليلي طبعا أنا خلال دراستي بالجامعة كان فيه مادة عقاقير هي عبارة عن دراسة عن النباتات والمواد الفعالة اللي موجودة فيها فحسيت أنه أنا بحب هاي الاستخلاصات الطبيعية هلأ البلبراند أصلا أنا استخدمت أنه اعتمد على حالي كمان استخلص المواد الزيوت الخلاصات مائية خلاصات كحولية كمان بالسنة بتاعته كانت عنا مواد استيدلانيات كمان نحن نحضر فيها الكريمات السفلاشات هؤلاء كلياتهم فدمجت الموضوعين مع بعض خلاصات نباتية مع كريمات كان أول مستحضر إلي هو الكريم الليلي وأنا بلشت فيه طبعا عدلت عليه على مر السنين يعني ضليت عم عدل عليه ففعليا هو بعد يعني من أربع سنين كان نازل أول مستحضر إلي بعد ما أجربه كل العالم يمكن كنت أنت الشخص الأول اللي يجرب كل مادة تستخدميه طبعا أول شيء أول شيء تجربي الريحة الملمس اللون يعني اللي عم يعطيكي إحساس بتعند لي بتضيفي تمام 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 سأذهب معك دكتورة لنستعرض موادك لليوم هات الشامبو اي تمام هاته هلا الشامبويات هاي أنا استخدمت فيها نباتات هون أنا استخدمت إنه خلاصة مائية من نبتة هلا بهذا الشامبو بالذات في نبتة كنا اسمها ذيل الحصان فهي مادة هي النبتة هاي فيها حمض الصفصاف وفيها معادن فيها كاليسيوم فيها بروتينات فهي بتقوي بصيلات الشعر هلا نحنا رايحنا أكتر شيء لأقليل الجبل إنه هو اللي بيعمل هيك فتخيلي لو إنه مادتين مع بعض أكليل الجبل وكنبتة ذيل الحصان والقرنفل كيف بتعمل تحفيز لبصيلة الشعر مشان يطول الشعر بالإضافة إنه هو بيعدل الإفراز الديهني كونه فيه حمض الصفصاف تمام شوفي غايدي اليوم معنو الزج نحنا متعودين على الشامبو إنه هو مادة سميكة يعني شخيح خفيف كأنه بس نتيجته نحنا بنا نروح للنتجة هل عم يعطي نفس النظافة للشعر نفس ال... هلا دائما بتركيبة الشامبويات لازم يكون فيه مادة منظفة مادة معززة للرغوة ومواد مغذية فالمادة المنظفة موجودة طبعا أنا هون في عندك انتخيارات كثيرة فيها تكون فيها تكسبون يعني المادة هاي كثير شديدة التنظيف وهي طبعا مضرة للشعر فيا بتعدي بالتراكيز فيها يا أما ممكن تضيفي مواد تانية مثل الجليكوزايد فأنا ضفت هيك وهيك المادة بتنظيف وبنفس الوقت هي فيها خلاصات نباتية تغزي الشعر هلا بالشامبو التاني كمان كان فيه بذور الكتان نحنا منعرف انه هو عبارة عن بس تستخلصي بيطلع معك مادة هلامية هي عبارة عن أحماض أمينية وبروتينار بيقوله كثير بمفيدة وبرو الشعر فهي لا هي بترتب الشعر نحنا دائما مننسى هاي قصة الترطيب الشعر يعني لانه شعرك انت عم بيتعرض للسشوار للغبرة للعوامل الخارجية البرانية فبضله بينشط فقصة الترطيب نحنا هاي تقريبا ناس يعني يعني اما ما بتحط سيرومات او كريمات هلأ هو كالوبان عفا بدور الكتان هو بيرطب في عنا عندي سيرومات في عندي كريمات بس ما قدر بكل شي يعني خلينا نرجع شوي للبشرة ويمكن اليوم عنا انواع عديدة للبشرة ان كانت الجافة والحساسة والمختلطة اليوم طرق العناية بكل نوع انواع البشرة كيف بيتم؟ ايه هلا انا بس دي صلح شغلي معنا فضل لي انواع البشرة هنه جافة وعادية دهنية ومختلطة الحساسة هي صفك تثبتة مع الوقت صحيح تمام ممكن تكون عندك دهنية وحساسة ممكن تكون عندك جافة وحساسة تمام؟ حتى التصبوخ هو كمان يعتبر صفك تثبتية انت من الوسط الخارجي يمكن صعب يكون اكتر من نوع يكون فيه جافة هلا بس بحالة المختلطة اللي هي بتكون متركزة اللمعان والمسامن المفتوحة بمنطقة القنف والجبين ومنطقة الدقن فممكن يكون بقي الوش عادي او يمكن يكون جافة كمان طبعا هذا عنايته شيء والبشرة الدهنية شيء تماما هلا اهم الشيء بكل البشرات هي تستخدم اول شيء الغسولات الغسول الصح لحتى تقدري انت تحصلي عن نتيجة بدك اهم غسولات البشرة الدهنية بتكون دائما فيها حمد الصفصاف وهو تقريبا يعني يعتبر تقشير خفيف للبشرة هو بيقلل الافراز الدهني فيها بس انا لازم بعده يعني عن تجربة انه لازم بعد هذا الغسول طبع حمد الصفصاف او يعني المقشرات العنيفة ممكن استخدم بعدها فورا غسول لطيف يكون فيه جليسيرين يكون فيه مادة هيالورونيك اسيد كترتيب لانه مصطلح ترتيب هو بعيد كل البعد عن موضوع مثلا انه لا انا بس بدي غزي بشرتي الترتيب هو حبس الماء داخل الجل فهو ضروري ان كان جافة ولا دهنية ولا حتى مختلطة بالنسبة للبشرة الجافة كمان المفروض تكون فيه غسولات تكون فيها كمية عالية بالعكس من الترتيب ما يكون فيه شيء مقشرات ما يكون فيه شيء للإفراز الدهني بالعكس لازم يكون فيه مواد تغذيها مشان نظل محافظة على ترتيبه العادية طبعا مثل ما منافعها ما بيكون فيها لا حبة ولا نشبانة ولا فيه أشور يعني هي البشرة المريحة للكل يعني شو ما اجبتي ممكن تستفيد من الموضوع بعض الغسولات لازم مثل ما قالنا المرتبات طبعا هلا الاشكال الجديدة الصيدلانية اللي دارجة هي السيرومات كونه انه السيرومات قوامة مائي أكتر من انه يكون فيها زيوت أو بيكون فيها زيوت بس بنصفة خفيفة وطبعا الزيوت الخفيفة مثل زيت اللوز زيت ججوبة زيت ورد هالدول المفيدين للبشرة وخفيفين على الوش باقي الزيوت لا ينصح انه تنحط مباشرة على الوش ممكن تعمل يعني أذية ممكن تكون حادة كتير على بشرة الوش حتى وقت اللي كنا بنحكي كمان على الأكليل الجبل كمان ما بيصير نحن نحطه اكتر من ربع ساعة على الشعر مفروض فورا انه ينغسل في زيوت حارة لانه في زيوت باردة دي اليوم الصبي بدي يكون عندها ثقافي بهاي القصة يعني تقدر تحدد هي شو بحاجة بالضبط ذكرتي اليوم الغسول وهو يعني كل صبيعا تستخدمه يوميا ان كان غسول ان كان صابون كان مهم شي ينظف في شرطه من الماكياج ومن الغباره إلى آخره ولكن اليوم العالم التسويق مليء دكتوراه يعني والعروض كتير يعني ممكن يلفت نظر الصبية إعلان يعني ميديا يعني او حدا إلا اليوم وقت نحن بننطقي هاد المونتاج شو أهم شي مفروض نتأكد انه موجود ضمنه نحن ما منعرفه يعني طمام هلأ في عنا مشكلة انه ما حدا بيقرع المكونات تمام انتي لما بدك تشتري انتي عرفاني بشرتك جافة فأنا لازم يكون المكونات الموجود فيها مرتبات وأرخص مرتب هو غلسيرين بي فايف يكون فيه هيلورونيك أسد انتي لما تكون بشرتك دهنية بده يكون فيها حمض صف صف مثل ما قلنا مفروض موجود فيها هلأ أحيانا إذا انتي ما بدك انتي ما لك حافظة كلا دول التركيبات الشكل الصيدلاني تبع المنتج تبع الغسول لما بيكون غسول جيل فهو أكيد حينشف البشرة فهو هيصلح للدهنية أكتر لما حيكون قوام وفهم واللي هلأ دارج كتير فهو خفيف حينسب البشرات الحساسة وهو هلأ أغلب العالم كلها يتصار عندها مشرة حساسة كونه نحنا ما عم ناخ نستخدم المستحضرات عم يعني فيه تخبيص يعني شوي 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 خصوصا نحنا يوميا يعني كريم الأساس يوميا يعني كريم الأساس كمان حتى بالليل انتي ما عم ينضف مية بالمية الكريم الأساس هلأ بجوصات تنظيف البشرة بتلاقي على المرحلة الثانية والثالثة اللي سا عم بيطلع معيك فوند وانتي عم تطلع فيه تمام كلها الغسيلة الفاضية اليومية اللي عم نعمله لا أم وغسيل عفاضي بس متل ما قتلك كونه انتي عم تحطي ميكب طول نهارك يفضل المسا استخدمين وعين غسول واحد يكون قاسي يعني بقوام جيل مثلا واحد يكون بقوام فوم مثلا معزز بألوفيرا معزز مثلا بكركم اللي هو منيح للبشرة الدهنية معزز مثلا بالاخيار منيح للتفتيح التصبغات منطقة حوالين العين يعني هي بس قصة الغسول بس تغسلي منيح بعد وفورا نعم تستخدمي مرتب أي مرتب يعني هي مشغلة انك تتدفع كتير لتجيبي برانتا عالمي او مستحضر تقيل عن جهة يكون تستفيد منه بلدنا مشهورة فيه مليون طبيل بس ايضاليه اصدارك تمام تمام فيك تحتوي يمكننا نستخدمه من دون شي تاني معه هلا على هوى نوع البشرة ما عمل ليك على هوى هون تلعب التراكيز دور ويمكن اصعب شي ان الواحد يقلد الشخص اللي مثلا رفيقتي حطت من هيدا النوع انا لازم بحط منه تماما كتير عم نشوف هيدا الحالة طيب هيدول الشامبوهات والسبلاشات خلينا نوضح قد بياخده معك وقت اليوم لحتى تشتغلي هون خلينا نتعرف على مراحل شغلك قد بتاخدي وقت هلا اول شي انا بكون لازم اول شي يحط الهدف من المستهدر اللي انا بدي ساوي يعني انا هلا بدي ساوي مستهدر للشعر المتقصف تمام؟ اول شي بحط الهدف هاد تبعي انه انا بدي اياه يرطب تمام؟ بدي اياه انا يرمم تمام؟ فشو انه المرممات ممكن تكون بانتينول ممكن تكون هيلورونيك اسيت طيب شو النباطات اللي ممكن انا استخدمها كمام بحدد النباطات اللي بدي غسلها بعدين نحن في شي عنا اسمه فورميلا أنا بكتب فورميلا لحتى بلش اشتغل أنا عليها بعدين خلال التصنيع طبعا بالزو العقيم والنظافة وهيك ببلش بركب ممكن أنا أثناء الصيغة لقيها مثلا خفت له زجتها معنات أنا بدي يعدل على الصيغة يعني الموضوع بياخد منك إذا أنا يعني محدد شي من شهر لست شهر ممكن وممكن ياخد سنة معي إذا بدي أنا صنع مستحضر وخلص نزله أنه هذا هو خلص اعتمدته ما عدل على التركيبة تبعه طيب الدكتورة اليوم الاعتناء الصباحي للبشرة هو بحاجة أيضا أنه نحن نستمر بهذا الاعتناء ونذهب أيضا للليل ودائما بيقولوا أنه الكريم الليلة جدا مهم مغذي إلى آخره وخاصة ما بعثتها في معلومة صح أنه العتمة وقت تكوني حاطة الكريم ممكن يعني تعطي نتيجة أفضل أثناء النوم اليوم حضرتك أيضا جايبة معيك الكريم الليلي نحكي عنه وعن خواصه وقدية اليوم مهم الصبية تابع بهذه القصة الليلي بشكل يعني يومي وبالليل تمام هلا الكريمات الليلية معروفة أنه هي بتكون عالية الترطيب كمان من زمان كانوا استخد ممادة اللانولي اللي هي بتحبس المي جوات الجلد فبتلاقي بالشتن يعني أمي وصبتي وعمتك يعني دول كلاهاتنا تلاقي بالشتن بساتة بساتة عم يلمع ومأحلى هي كان فيه مادة كتير لانولين هلا تقريبا هي مقطوعة هلا الكريم الليلي اللي أنا أصلا أول شي صنعته هاته بأول منتج؟ أول منتج من كم سنة قلنا دكتوره؟ أربعة سنوات من أربعة سنين أيما هاد أنا حطيت فيه خلاصة لبان الدكار بتعرفوا نحنا عادة لبان الدكار منتشر هلا بس هو مادة كتير غنية بالأحماض الأمينية هو يعتبر كولاجين طبيعي مصطلح كولاجين كمان هذا فيه كمان كتير لعب بس كونه نبتة هي كولاجين طبيعي فهو بيعبي الخدود بيعبي الخدود بيعطي منظر توحيد للون كمان نهيي النبتة بالذات عندها ميزة تجديد الخلايا طبعا أنا هون خلاصة مائية استخدمته فأنتي هتشمي أول شي ريحت لبان الدكار ضفت عليها بعد التعديل بذور الكتان بذور الكتان كمان هي النبتة الوحيدة اللي عندها ثلاث أنواع أوميغا الأوميغا ثلاثة وستة والأوميغا تسعة فهي بترمم الأنسجة الداخلية فهي عطتني تقريبا تصحيح للأنسجة الداخلية قريب من مبدأ البوتوكس تمام فهذا الكريم الليلي أنا صار عندي فلر بوتوكس مع بعض تمام وفرتي اليوم تمام هلا شو المشكلة أني أنا مؤثت أني عم وفر أنه للصبية يعني يوم بكي كم شهر بدأ جباري إذا التزمت أول أسبوع بالروتين أسبوع الثاني بتمل فأنتي لازم تعملي مستحضر يكون على الأقل يعطيكي نتيجتين أو ثلاثة واليوم كلا عاتنا كان يساق يعني كلا عاتنا عم نشتغل من الصبح للمساء يعني يادو بتلحق بترجعي تغسلي والشيك هالكريمات كريم واحد ممتاز أنا وقتل بتذكره بكون خالص منتهي الصلاحية بجيبه وبتذكره بس انتهي صلاحيته ايه تمام ليش انه انتي عندك كمية كبيرة بس انه انتي ما عندك الوقت تستخدميها كلا ياتا فهذا انه حتى ان الكريم الليلي ولا النهاري اللي عملته هو عم يشتغل شغلتين او ثلاثة انه انتي تضلك مستمرة بالموضوع مو انه انتي خلاص اول مرة أسبوع اثنين بعدين يا الله مليت او انا اليوم تعبعني بلاها ممكن الاقصابي اليوم ما بتلقي نتيجة فورية ممكن تمل نحن عافينا هاي العادة انه استخدمته اسبوع ما حسيت الفرق ما بقى بدي بس دي ما انه له اربع سنين يمكن عم تكون نتائجه مطمونة اكتر والاقبالة الحمد الله خاصة بمنطقة حوالين العين كان في اكتر من واحدة بس عم تستخدموا منطقة حوالين العين فهي النتيجة انه خف السواد اللي تحت العين عبى منطقة تحت العين تعب وارهاق او نقص صوائد فكانت النتيجة كتير حلوة طبعا طيب خلينا كمان تعرف على انواع الصوابيين اللي جايبتولهم كمان كل اطاقة ممكن تاخد معك وقت وكيف عم تشتغليها اليوم ايه هلا الصوابين اعتمدت على الصوابين الجليستيرين جلقييتها يعني هي الافضل لكل البشارات بس الزيوت اللي دخلت اللي اياها هي اللي بدا تعالجها هلا هي صابون الجليستيرين بحتة يعني حسن للبشارات تمام، في عندك صابون فيها قشور الرمّان فيها نبات الخردل اللي هو كمان ما حدا كتير بيعرف عنه كتير خواط فهو بيعمل شد للبشرة قشور الرمان مع الخردل صارت عاملة شد للبشرة عندك الصابون الثانية هي لتفتيح التصبغات فيها ميزة الشوفان وخلاصة عرق السوس فهنا التنتين يعني كمادتين مرتبة وواحدة بتتقلل التصبغات الصابون الثاني هي بتخفف من حب الشباب أو الحب الناعم أو الحب اللي بيصير معك انتي حرارة من المعدة أو الأمعة وبصير بيزهر بمنطقة اللجبين ففيه كمان هو بابون الشان يقلل الحساسية اللي موجودة بالبشرة ونبات الخردل كب كيف تصهر على اللجبين دكتور يعني يوم ذكرت معلومة جدا مهمة يمكن ما كتير الأشخاص بيعرفوا أنه الأشخاص اللي عندهم حرقة بالمعدة ممكن تظهر حرارة بالمعدة حرقة بالجبين نقولت صبغات لا لا حبوب تجي نعمة صغيرة ممكن تتميز عن الحالة تانية أنه ما يكون تعب البشرة أو هيك بتنعرف أنه اليوم في حالة مرضية قصدي هلا هي بتكون متوسعة قريبة من خط الشعر تقريبا هلا هي بتمالتلك أنا الجلد أحيانا بينبهني لمشاكل داخلية هلا بما بيكون أنتي آكلة أكل طول مثلا الأسبوع من السوء وعم تعاني مثلا من مغص وهيك فتبلش تطلع هدول الحبوب على اللجبين أول شي غير الحبوب اللي موجودة مثلا على الدقن والهاي مميزة بتكون حبوب كتير كتير نعمة تمام أو اللي بتكون قصة غرة تمام بصير في عندها حبوب هاي كمان إحنا من الله حبوب حرارة كمان هاي بتكون يعني بتدلني أنه في حرارة عالية جواد جسمه هلا هي مبدأة أنك أنت بس لازم تغسلوا الشيك مي باردة طول الوقت تك خافة حرارة فموية يعني لازم يتاخذ أو صوابين اللجلسيرين كتير مفيدة في القصة تمام تمام في حبوب اللي بتطلع أحيانا بالواج في حبة التوتر طبع أنه أنتي عندك مقابلة اليوم طلعت لك حبة حيات حيات هلأ أصارت موضع دكتور راية شباب كمان لا هلا هي حب الشباب تطلع أحيانا بالواجهات كمان ايه تمام هلا هي حب الاسترس أو التوتر هي حب المناسبة من الله حبت المناسبة لأنك تكون يعني تفاكري شو بديك تلبسي وشو بديك تطلع وشو بديك تروحي والليوم بتلحقي ولا ما تلحقي فبتطلع لك هاي الحبة قبل بيوم فهي مشان تنبهك أنه أنت كتير استرس ايه خربطة بالهرمونات ثم نعود إلى مشكلة حبة الشباب اللي هي مشكلة واسعة شائعة أكيد طيب خلينا نحكي عن تسويق لشغلك إن كان حسرة من خلال البازارات والمعارض شاركتي ببازارات ومعارض قدمت اليوم منتجاتك كيف كان الإقبال وكيف كان ردود أفعال الناس هلا للصراحة أول شي أنا كانت أشتغل على محيطي تمام وقت أشتغل بالصيدلية يعني تجيني مريضة عندها مشكلة كمعانك صار فيه ثقة متبادلة بيني وبين المحيط اللي حوالي بعدين قررت أشترك بالبازارات بالصراحة يعني أنا بتشكر المدام عروبة السيد يعني أنا أول شي دقت لها استفسرت منا قلت لك كيف موضوع البازارات وهيك وكتير ساعدتني وشجعتني على الموضوع قلت لأن حاس الموضوع غريب عليه قالت لي لا تعكليهم أنا معك هي أول مرة بس كأول مرة أنه أنا ما بعرف وما في حدا يعني مثلي موجود مكان موجود بالبازارات فأول ما شاركت بالبازار بكرة أحلى يعني كان الإقبال يعني باللسبة إلي أنا أنه منيح تمام كله تعرف علي وكله أخذ فكرة عن المنتجات لما كان عاد الشهر اللي بعده هوني كانت المفاجأة الحلوة قالوا دكتورا إحنا جربنا السيروم وأنا عجبني وبيدي واحد ثاني وجايب معي بنت أختي بنت خالي هيك وفيلي بشرته فصارت أصلا هي منطقة البازار هي منطقة الاستشارة المجانية وبنفس الوقت هي تاخد فكرة كيف لازم تعتني ببشرته في كتير أخطاء لقيتها يعني بالعكس أنا صرت على احتكاك أكثر تفاعل مباشر بالأغلاط اللي عم بتصير حواليي حتى أكثر من الموضوع أنه أنت بس بصيدلية أو أنت بمجتمع موجودة بمركز ولا شيء لأ هون صرت أنت فعلا مع الأشخاص اللي موجودين قدامك من ثقافات مختلفة ومن أوضاع مختلفة فأنت هيك صرت تاخذي فكرة أنهن شو بدون حتى بعدين بعد كذا شهر بلت شو يخطرحوا علي دكتورة في مجال تعملينا مثلا معطرات للشعر فكرة معطر للشعر أول شيء أنا ما كانت خاطرة بالبعلي يعني أن العطورات كلها مالي مدخلتها كانت موضوع التجميل فكان نوتا الدنيا صيف فأول فكرة خطرت بالبعلي أنه لازم ما يكون فيه كحول طيب أنا كمان أكتريت السيدات بتنزل على المسابح وبتطلع بتعرفي فيه كلور وشمس صار فيه أكسدة حتى اتبهتي لأي تفاصيل تمام تمام فأنا حطيت ضمن الهيرماس أو معطر الشعر هو أنه يكون خلاصة ماء الورد معمول منضاف عليه كمان عطورات وضفت عليه بانتينول اللي هو مرمم للشعر مشان إذا أنت أصلا شعرك متضرر وضفت عليه فيتامين إي كمضاد أكسدة فأنت هيك صرتي هي البخة الوحدة هي عم تترمم وتحمي وبنفس الوقت عم تعطر الشعر طبعا فصار هو يستخدمه كمان الأطفال أكتر على أولاده كونه ما فيه قثول وما فيه شيء أزيب دائما العودة للطبيعة دكتورة متلائمنون هو الأفضل يعني نتشكر حضورك لليوم نتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الجميل وهيك نشوفك ببازارات ومعارض شوف دول المنتجات الجميلة شكرا لنا يا دكتورة لحضرتك دكتورة مريم شكرا إليك ولكل المعلومات التي قدمتها ضمن صباحنا غيضا اليوم أهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر